بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آل وصحبي ومولا عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله محبة الصالحين من أحب قوما حشر معهم صحبة الصالحين صلاح وصحبة الأولياء ولاية وصحبة المهتدين هداية وصحبة أهل التقوى تورثك التقوى أقول ثاني صحبة الصالحين صلاح وصحبة الأولياء ولاية وصحبة المهتدين هداية وصحبة المفلحين فلاح وصحبة أهل التقوى تورثك التقوى وكما قالوا قديما قل لي من تصاحب أقل لك من أنت صاحبك مين أنا أعرف أنت مين الطيور على أشكالها تقع وقالوا الصاحب ساحب يأخذ بيديك إما إلى الخير وإما إلى الشر ورحم الله من قال اختر قرينك واصطفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب واحذر مقارنة الأحمق فإنه يعدي كما يعد الصحيح الأجرب خد بالك هتصاحب مين سيدنا النبي يقول في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة يعني إيه إما يعطيك هدية من المسك الذي عنده وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة ده مثال تشبيه توضيحي بيوضح لي نبي صيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس الآيه والجليس السوء لابد أن نحب الصالحين وأن نبحث معهم وأن نجالسهم رب العزة يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني إيه جالسوهم وصاحبوهم وامشوا معهم واجلسوا معهم وتكلموا معهم وتحدثوا معهم حتى تكونوا منهم لأنك لو صاحبت حد من الصالحين هتبقى زيه هيأخذ بيديك إلى الله هيأخذ بتلابيب قلبك إلى ما يرضي الله هيروح يصلي يقول لك تعالى صلي معايا هيصوم نوافل هيقول لك صوم الاثنين والخميس هيقرأ قرآن يقول لك تعالى نقرأ قرآن تعالى نصلي على النبي تعالى نذكر تعالى نستغفر يأخذ بيديك إلى الله وقالوا قديما لا تصاحب إلا من ينفعك حاله أو يدلك على الله مقاله لأنك لما تحب واحد من الصالحين هتحشر معه وإن لم تعمل بعمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة يحشر مع من أحب والله يقول له في القرآن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون والمتحابين بجلال الله أو في جلال الله على منابر من نور يوم القيامة إن نحن نحب الصالحين ونجالس الصالحين هتبقى معاه في الجنة وسيدنا النبي قال في الحديث ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه الحب في الله من أوثق عور الإيمان حتى ورد في الحديث إن رجل خرج من قريته يزور رجلا آخر في قرية أخرى رجل صالح ذهب لزيارة رجل صالح آخر فهو في الطريق ربنا أرسله ملك في صورة آدمي فسأله إلى أين رايح فين قال له أزور أخا لي في هذه القرية رايح يزور واحد في هذه القرية وبينه وبينه مسافة فقال له الملك هل لك من نعمة تربها عليه يعني إيه يعني هل لك عنده مصلحة قال لا غير أني أحبه في الله ده أنا رايح أزور لأني بحبه في الله قال أنا رسول الله إليك إن الله أحبك بحبك لأخيك بحبك له أحبك الله لكل قلب إذا ما أحب أسرار وكل حب لغير الله ينهار خلق المحبة يقتضي منا أن نحب الله وأن نحب رسول الله وأن نحب أصحاب رسول الله وأن نحب زوجات رسول الله وأن نحب أهل البيت وأن نحب الأولياء والصالحين وأن نتحاب في الله جل وعلا لأن الحب في الله دليل على الإيمان ومن أوثق عرى الإيمان أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا متحابين في جلاله وأن يحشرنا يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين وأن يملأ قلوبنا بالحب والمحبة اللهم آمين أروح فاصل وارجع لحضراتك تاني صلوا على الحبيب